عايز بس أقول لحضراتكم موضوع التحكيم لأنه موضوع مهم جداً الحقيقة الأهلي بيعلن سداد تكلفة الحكام الأجانب ويحدد خمس دوريات أوروبية دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي قال إن النادي الأهلي أرسل اليوم الأحد أو أرسل يوم الأحد الماضي مخطبة إلى اتحاد كرة القادمة يمكن فيها على طلبه بإسناد مبارتيه القادمتين في الدوري مع كل من طلاقع الجيش اللي هي يوم الأربع وسيراميكا يوم السبت إلى حكام أجانب يتم اختيارهم من أقوى خمسة دوريات في العالم الدوري إنجليزي أسباني يلماني إيطالي فرنسي وطلب الأهلي أن يكون حكم الساحة الذي يتم استخدامه ومعرفة أحد كرة من بين أفضل خمسة حكام في بلاده أرفق النادي الأهلي بالمخطبة أنا مش باتكلب وخلاص بقولي أن أنا عايز حكام أجانب لا ولكن أنا كمان كنادي أهلي عملت إيه أرفق النادي الأهلي بالمخطبة المشارئة إليها شيء كان بقيمة ما يعادل 80 ألف دولار لتكلفة حكام المبارتين سواء حكام ساحة أو حكام فور أنا كنادي أهلي عايز حكامين أو عايز طاقمي تحكيم للمبارتين القادمتين وبعت 80 ألف دولار علشان أقدر أجيب أفضل حكام أجانب من أفضل خمس دوريات أوروبية حسبما حدد اتحاد كرة القدم وتم إبلاغ الاتحاد بأن الأهلي سوف يحدد مبارياته اللحقة التي يطلب لإدارتها حكاما أجانب عندما يتلقى مواعيد المباريات المتبقية من جدول الدوري يعني معنى كده أن مش المباراتين دول بس إيه اللي حيحصل بعد كده لما اتحاد كرة القدم يبعت لنادي الأهلي علشان يقوله يعني المواعيد المباريات الفترة القادمة النادي الأهلي سيقرر إيه هي المباريات اللي حيحتاج فيها لطاقم تحكيم أجنبي عموما دي كان كلام مهم جدا جدا ولكن في النهاية اللي عايز أقوله لحضراتكم خلينا نتبسط ونفرح لغاية المباراة القادمة في الدوري خلاص قفلنا المباراة الإفريقية وإن شاء الله حنفكر بقى في يوم الأربع القادم ومباراة طلاع الجيش ومن بعدها إن شاء الله يوم السبت ومباراة سيراميكا وبعدها بقى يوم الجمعة اللي بعدها إن شاء الله تكون مباراة وفاق ستكون في القاهرة والمباراة الثانية ستكون في الجزائر إيه اللي حيحصل خلال هذه الفترة عندنا ثلاث مباريات يجب أو أربع مباريات وربعض اتنين منهم في الدوري واثنين في البطولة الأفريقية يجب أن يكون هناك تركيز كامل من بيتسو موسماني تركيز كامل من كل اللاعبين خلال الفترة القادمة لأن 70-80 مليون أهلاوي ينتظروا ماذا سيفعل النادي الأهلي خلال الفترة القادمة